السؤال الثاني اللي جايلي بيقول لي هل يا دكتور لو واحد عدوا كلب وما يخدش لقاح الكلب هل لازم يموت؟ انت عملت حلقة طويلة عريضة وقلت يا جماعة اللي يعدوا كلب ولا اي حيوان او يخربشه يروح على المستشفى فورا ولازم ياخد اللقاح ومش عارف ايه والتتنس والحاجات دي عشان نقيه من السعار وعشان ما يحصلوش مشاكل هل معنى كده ان اي حد يعدوا كلب او يعدوا قطة او يعدوا فار او ديب او تعلب او الحاجات دي يعني هل لازم يموت؟ فالاجابة لا طبعا مش لازم يموت لان مش لازم كل الحيوانات دي تكون مصابة بالسعار او بفيروس السعار ده في الوقت ده الخوف كله ان الحيوان يكون مصاب بالفيروس واحنا ما نعرفش وعنده سعار فينتقل للانسان والانسان يموت واحنا مش هنعرف الحيوان المصاب واللي مش مصاب يا ما شفنا ناس عضاها حيوانات سواء كلاب او قطة او فران او 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 وما خدتش اللقاح وما حصلش اي حاجة لكن احنا نضمن منين ان الحيوان ده ما عندوش سعار فطبعا الصح والاحوط والاقمن ان اي حد يتعرض لعدة او خربشة من الحيوانات اللي قلنا عليها قبل كده لازم يتوجه فورا الى المستشفى وياخد اللقاح زي ما قلنا هناك في الحلقة وادومتم في امان الله